احنا بنقول كده ان الانتفاضة اللي حصلت فيه 30 يونيو وخروج المصريين في الشارع دي علامة صحية ان المصريين ادركوا خطورة هذه الجماعة خطورة ما يحدث في الشارع المصري وخليني برضه اقول نقطة تانية مهمة يعني ماذا لو لم يفعلها الفريق عبدالفتاح السيسي واكتفى بكونه مجرد وزير في حكومة الاخوات وبمعنى اذا ما كانش حد هيلومه على قراره هو حر لكن ماذا لو لم تكن المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد ويعني بنقول كده ان هي يمكن حتى البياني ذاكر في الجملة دية ان هي بناء على المسئولية التاريخية والمسئولية الوطنية من قبل المؤسسة او من قبل القوات المسلحة دعمت وصندت قرار الشارع المصري تخيل بقى لو المؤسسة دية تخلت عن هذا الدور احنا كان زمننا فيه دلوقتي اولا انت يعني احنا بنقول كده ان احنا ربنا حرب اهلية دا نمرة واحد انت كان زمنك دلوقتي يعني زي ما بقول كده لو ما كنتش انت على قلب رجل واحد في مستوى المؤسسات الامنية انت كان باقي الوضع في حالة انشطار احنا مش هننسى التهديدات احنا هنحرق مصر والكنائس ما هو هو التجرؤ واستخدام هذه الالفاظ وهذه المصطلحات والتعامل مع الدولة من هذا المنطلق راجع لجزء عقائدي هو خلاص بيتعامل معك في دايرة الخروج من الإيمان والإسلام هو شايفك في دايرة الكفر في نفس التوقيت انت خرقتي على الحاكم من وجهة نظر يعني انت هنا مش بتعبري عن رؤية سياسية انت هنا خرقتي على إطار شرعي وإطار ديني هو رسمه ان انت خرقتي على سلطة الجماعة لانه بيعتبر ان الجماعة لما قلنا توحدت مع الإسلام فأي انتقاص من قدرها انتقاص من قدر الإسلام